نروح لي النادي الاهلي وكيف يفكر مارس الكولر في شكل النادي الاهلي خلال المرحلة المقبلة كله بيفكر مارس الكولر بيفكر ازاي تحديدا في الناحية الهجومية بس في امور اخرى تعالوا نشوف السويس لمرس الكولر المدير الفني للنادي الاهلي عقد جلسة مع معاوني قبل مغادرة المغرب تحدث خلالها عن الشكل الذي سيكون عليه الفريق في الفترة المقبلة ورأيه في بعض اللاعبين والصفقات الذي يريد التعاقد معه في الفترة المقبلة تحديدا في الصيف يعني من اجل العودة لبطولة كأس العالم للاندية مرة اخرى كولر خلال الجلسة تحدث مع الجهاز المعاون في حضور الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة عن ضرورة التعاقد مع مهاجم اجنبي مميز اذا ما اراد النادي المنافسة على لقب كأس العالم للاندية في العام المقبل حيث قال انه اغلق صفحة المهاجم حاليا لكن لابد ان تكون الاولوية في التعاقدات الصيفية لمهاجم اجنبي من الصف الاول بجانب بعض الطلبات الاخرى سيرفع الى الادارة تباعا اكد مرسي كولر في الجلسة انه حزين للغاية من خسارة المركز السالس والبرونزية خصوصا وان الامر كان في متناول الفريق وانه لو كان مع الفريق مهاجم اجنبي ممستوى مختلف لكان الفريق متوج بالميدالية لكنه طلبه بضرورة التعلم من الدرس وتصحيح الاخطاء في النسخة المقبلة المدارب السويسي ده حدث عن مستويات بعض اللاعبين واكد انه حلال لا يملك رفاعات استبعاد لعب بعينه من حساباته بشكل نهائي حتى ولو تراجع مستوى هذا اللاعب ولكنه سيواصل عملية التدوير بين الجميع وخصوصا في الخط الهجومي مؤكدا انه سيختار مهاجم الفريق في كل مباراة وفقا للحاجة الفنية ولطبيعة لعب المنافس مما يعني ان الكل سيشارك تحدث كولر مع جهازه عن نيته في منح الفرصة بشكل اكبر للسنائي مروان عطية وخالد عبد الفتاح حيث يرى انهما انسجم بشكل سريع مع الفريق وخصوصا خالد عبد الفتاح لذلك يريد الاعتماد عليهم بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة بالمناسبة خالد عبد الفتاح مشارع بالمواجهة القادمة امام الهلال بسبب طرده في المباراة الاخيرة امام فلمانكو البرزيدي خلال الجلسة لم يتحدث مارس كولر من قريب او بعيد عن البرزيلي برونو سافيو خصوصا وان اللاعب لم يقنعه بشكل كامل في الفترة الماضية الى انه رغم ذلك سيحصل على الفرصة خلال عملية التدوير اذا سيكون بها المدرب في الخط الوجوم يعني برونو سافيو هيرجع يلعب تاني لا فيما يخص كواليس النادي العلم